وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ والأزمات والأحداث الطارئة كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع قائد قيادة الاستراتيجية وعدد من المسؤولين بتكامل الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة مع المشروعات التنموية والخدمية لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة واللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة واللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستغبارات العسكرية واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة واللواء أركان حرب أكرم الجهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة واللواء محمد سعيد مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين وكذلك مع كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا للاتصالات وتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية في كافة أنحاء البلاد لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصون أصول الدولة الآخذة في النمو والتطور وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المنتظر تعميمها على مستوى الجمهورية والتي تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وتهدف إلى سرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة تمة وخلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة وتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة سعيا نحو ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا لاتصالات الحديثة وفي إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقا لأحدث المعايير العالمية